أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب هاجموا لجوء الحكومة لسياسة القروض وقالوا أن السياسة دي بتحمل أعباء مالية كبيرة على الأجيال القادمة كلام النواب جاء أثناء اجتماع اللجنة النهاردة برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناشط اتفاقية القرد بن مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمنطقة الرهاوي